نرجع لأخبارنا والنهاردة النادي الأهلي نشر صور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لبرستا وهو يشارك في تدريبات الفريق وده يعني انه تلميح وإشارة ان اللاعب كويس وكل تقال عن إصابته في العضل الأممية وغيابه ستة أسابيع غير صحيح معنا صحيح انه هو شاركي ما فيش إصابة عضلية ما فيش يعني نهاردة كابتر محمود خطيب رجع للنادي الأهلي بعد فترة من الغياب بناء على نصيحة الطبيب المعالج له اللي كان طالما منه البعد عن أي ضغوطات في الفترة اللي فاتت وزار الخطيب مران فريق الكرة وتحدث مع اللاعبين والجهاز الفني على أهمية مباراة المريخ السوداني اللي جاية وضرورة الفوز بيا علشان يحافظ الفريق على فرصه في التآهل للدور المجبل حلو الحمد لله على السلامة الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب النهاردة محمد هاني وكريم فؤاد شارك في جزء من مران النادي الأهلي بعد تخلصهما من الإصابة هاني كان اشتكى من ألام في العضلة الضمة بعد مشاركته في مباراة الأهلي وبيرامدز بي الدوري غاب بعدها عن مواجهة سانداونز الجنوب أفريقي واشتكى كريم فؤاد من كادمة في العضلة الأمية خلال مباراة سانداونز وبكده باتنين هيكونوا جاهزين لمباراة المريخ يوم الجمعة القادمة ان شاء الله